عالمية بالحمامات معناتها اني توفر فرص تطوير للشباب من خلال منحم القدرة على احداث تغييرات ايجابية في المجتمع والرؤية متاع الغرفة ان تكون الشبكة العالمية الرائدة في مجال المواطنين وشبان الفاعلين معناتها البيوت متاع الغرفة الدباز هو تكوين الاعضاء الفرماسيون هو اهم حاجة عنا في الغرفة واضح الليمانبر قديش؟ بالنسبة لنا احنا شروط بالنسبة للشروط باش تدخل الغرفة معنا انو العمر يكون بين الثمانتاش ولا اربعين سناء واضح ديجاة توقع دي نقبله كما نقوله في الاجان الزغار باش يبدأوا اكثر اكسبريوانس معنات حتى وقت يبدأ هو امانبر تيتولير يبدأ عنده كما نقوله فكرة اكثر على الجان شامبر معناتها توقع دي نقبله في ستاش سبعتاش سناء حتى خمستاش معناتها وياخذوا خبرة من عند اللي اكبر منهم باكيد دانك ثم شروط ومبعدي يواني اه مانبر ومبعدي يواني ياخل القرار معنا الافكار كيفاش تحدوها معنا الافكار بالعام بالشهر؟ احنا كل احنا كل عام عنا كل عام عنا مكتب جديد او الحاجة الرئيس يشد عامبرك دانك انت الرئيس متاع اه الفين وثمانتاش؟ الفين وثمانتاش الفين وثمانتاش ليجا الفين وثمانتاش اه ما ترشح صادق؟ ما ترشح صادق وصيبه ان تقبل الترشح ومتاعه ان شاء الله رب يوفقه المكتب اللي معاه اه مسئولية رئيس الغرفة؟ غلا هي مسئولية خطر اه انت غرفة كما نقوله عندك ثين وثلاثين اسنان لازمك تحافظ على الصمعة بتاع الغرفة هذية لازمك ديما يكون العامة بتاعك احسن من العامة اللي قبلك مع انت ديما باش تخمم انك تقدم باش تقدم ما لازمك تخمم في تظاهرات اكبر من تظاهرات اللي خدمت عليها اللي حذرت لها بالاحرة في العوام السابقة وبينصير المهم واحد كما نقوله يشرف الغرفة ويشرف الحمامات وديما يعطي فكرة بهي على الغرفة واضح صادق اه نحكي وتعوى على التظاهر اذية ما تخافش علي اه كيفا جاءت الفكرة؟ هي احنا كل عام نعملوا بريستورمينج نتلموا ليمونبر كل في اللوكال كل واحد يقول شنية فركته شنية المواطف العوام الاخر احنا في جنشامبر ديما مخاصين تظاهر الطفل كل عام معتنا نخمو نخاص وتظاهر الطفل جيت الفكرة هذية عملنا اول كوميسيون اخترنا سنا باش نعمل التام في اللمجة الصحية ويقاية من الامراض الماضية اه خبير اه دونك التام مختارينو من قبل واخترت انتو مادات اذية باش كون فهمت التظاهرة هذية هكي كيام اه اه عليش اخترتو ماتخافش علي شنو الهدف في متيح؟ هي التظاهرة تهدف باش نحسوا للمواطنين واولياء بليتو ومش المواطنين ونواعيوهم اه بالاهمية اللمجة الصحية وكيفاش اه تعلم ولادك يتوقع من الامراض المعدية اه دكا دونك المهمة برشة التامة؟ بالطبع احنا تاو خطر اه برمية المشاكل الكبيرة تاو عند الصغار هي اللمجة ونشوفو قاعدين نتو في الجنراسيون اللي طالعها جديدة معانتها السمنة وتوسكية كيما نقولوا السوس في السنين معانتها الكلها مربوطة ببعادها بالتام منو معانتها ودجا كنا تعدينا معانتها شهر نوفمبر اللي هو شهر الوقاية من مرض السكري دونك لهنا حاجة مهمة برشة انو فما وعي يكون عند الاولياء ستوف في حكاية اللمجة بتاع الصغار حكينا عليه برشة دونك اللمجة ودي منوعية والاولياء انو هما برشة انو اللمجة تكون تحذيرها في الدار فما حاجات وعادات صحية انها الاولياء لازم يسنسوا صغار متاحهم صورتوها خاطر هي السلامة الغذائية والصحة الغذائية هي استينيس وهي عادات انها متاع كل يوم بالنسبة للصغار معطا صغيرك عشان تعودوا دونك بدلت برشة موطيات احنا قبل لو احنا صغار كما نقولوا والدينا البسيسة وزيت زيتونة توليت كما نقولوا اعطيه مصروف هو ياخذ لمشته واحدة معانتا ديجاه هو كما نقولوا بشيخه هو اللي مش في عجبه اه وتوما تيكموا معانتا مش بش تكون كما نقولوا حاجة معانتا المصلحة تتنجم معانتا تكون كما نقولوا حاجة للمضرق بل اني بش تكون حاجة للمصلحة دونك نرجو لك الحاجة بيو انها تكون في الدارد وانها يستنسوا حط الاسغيرات بالحاجة هذي با ها لفين ما وين بش تصير اه شاتي في مدرست حبيب بورقيبة بالحمامات اه نهارت لحد العشرة متاع السباح دونك غدوة 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 لحد العشرة متاع السباح مدرست الحبيب بورقيبة بالحمامات بالحمامات بشكون بش يحضر فيه؟ دي جاء بالنسبة للحضور معنا اربع اخصائيين. في التغذية؟ في الدكتور نجي ما نسمي. مجموعة من الداكاترا دو. دونتيست ونيتريسيونيست. واضح. دونك دوما بش يكونوا حاضرين اه بش يعطيوا الناساحب كيفش بش تصير العملية بالضبط. بش يكون اه هي ندوة معنا بش نقسم احنا بار اكزامبل انترواء والاكات كلاس. كل كلاس بش يكون فيه طبيب. بش يبدأوا حاضرين معها اولياء متع التلاميذ هذوما. بش يخذوا نصائح وتكموا كان عندهم اسئلة عندهم اي دي تايم عنا تيحبوا يعرفوه. سواء كما نقولوا بانسير والده مريض ولا موش مريض ولا كيفش كما نقولوا يحذروا الوجبة الصحية متاعه معنات اي حاجة تخص الطفل. احنا حاولنا كما نقولوا نوفروا كما نقولوا الاختصاصات اللازمة. مم. كما نقولوا يخص يخص الصحة متاع الطفل في الوسط المدرسي. تحية لهم دونك لاتبالي بش يكونوا اه حاضرين. مهم برشة انه اه سورتو الاولياء يعرفوا اه قيمة الاختصاص متاع اخصائيه التغذية. نوي. لازم يعرفوا زي ده القيمة متاعه دي جاء. احنا دي جاء خطر ما كانش عنا المنتريتي معنات انو يمشي يشوف نتريسيونيست ولا. اه صحيح. جيس كما نقولوا يقول لك عادي هو قاعد يأكل معنات. هو يراه فيه انو يأكلوا بره. ولا يشوف الريجيم اللي يحب عليه مغير ما يمشي الاختصائيين. واحده يحل الانترنت شوف ريجيم واحده مغير ما يتجاه كما نقولوا الاختصائيين. ان شاء الله يستفيدوا من السيمينار هذيه. وان شاء الله نشوفوا الاولياء حاضرين معنا وتنجح حتى ظاهره. نصور فما وعي كبير توم من عند الاولياء انهم اه يحبوا يعرفوا. يحبوا يفهموا. يحبوا اه يتعرفوا اكثر التفاصيل على اه حاجة مهمة برشا في حياة الصغيرة اللي هي اللمجة. اللي هي المكلة اه الصحية بطبيعة اه كما يقول الجسم السليم في العقل السليم. دونك اه حاجة حاجة مهمة اه برشا. اه اه من خليك تعمل البال للعباد اللي يسموا فينا تعود لهم البرنامج. وشنوه بش يكون لهم غضوة. اه العشرة متعصبية عند رأس الحبيب برجيبة بالحمامات. مرحبا بكم. اه غدوة تشرف الغرفة الفتيرة العالمية بالحمامات دعوتكم لحضور ورشة حول صحة الطفل في وسط المدرسة. بعنوان ما تخافش عليه. غدوة نهارت لحد في مدرسة الحبيب برجيبة بالحمامات العشرة متعصبية. ان شاء الله تكونوا في الموعد ناس كل. ان شاء الله ان شاء الله يكونوا في الموعد الناس الكله اه وبتبيعة اه مهم برشا انهم الاولياء يكونوا اه حضري. شكرا لك صادق. بركة الله وفيك على حضوركم معنا. شكرا لك شادي. شكرا بالتوفيق والنجاح للغرفة الفتية العالمية بالحمامات اللي عودتنا ديما بالتظاهرات الناجحة. شكرا لك. بركة الله وفيك يا عايشة. ما زلنا مصينا معكم في ويكاند وراجعينا معكم شوية اخر مش نحكيو سبور مش نحكيو رياضة في ويكاند مع زمينا فاضل العريبي وراجعين